تحصل لنا أمور في هذه الدنيا نحسبها هي النهاية بس ما لا مخرج من المشاكل اللي تمر بنا كل الأحداث والأمور اللي تحصل من حولك اللي تظنها تسير بطريقة عادية أو صدفة لا ما تحصل بطريقة عشوائية إنما بطريقة مرتبة ومدبرة من الخالق عز شأنه فكل إنسان له رزقه وقدره في هذه الدنيا أنت ما تدري متى يكون الفرج ربما يكون قريب منك ولكن ما تشعر بهذا الشيء ربما يؤخر الله عنك الفرج لخير هو لك أو ربما يجيك الفرج مع أحدهم من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا سيدنا يوسف عليه السلام عندما رمي في البئر وهذا البئر في وسط الصحراء حتى جاءت سيارة تاهت عن طريقها فأرسلوا شخص لكي يخرج الماء ولكن بدل الماء أخرج سيدنا يوسف عليه السلام تخيل جاءت عشان تخرجوا من ظلمات البئر فمن الذي أرسلهم ومن الذي دلهم على موقع البئر بدون أي شك إنه الله عز شأنه والله إننا نعيش في ألطاف وتدابير لا يمكن للإنسان أن يعقلها وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى بنا فما في داعي تحزن أو تحبط من نفسك استبشر بالخير وخلي فالك حسن مهما حصل معاك طول ما أنت مع الله طول ما أنت عايش بخير ترجمة نانسي قنقر